السلام عليكم مقتل اللواء محسن بداري إليكم تفاصيل الخبر ولكن فضنا قبل ذلك للشرك بقناة سيناريوهات ثابتة في حياة اللواء محسن بداري ابن محافظة أسيود لم تفارقه حتى لحظة وفاته فعاش حياة مليئة بالأحداث المسيرة وحينما جاءت لحظة وفاته لم يختلف الأمر كثيرا حتى بات اليوم حديث الناس وغادر الحياة في واقعة هزت الشارع الأسيوتي وحادث مروع بعدما عصر على جثته وجثت زوجته داخل شقتهما التي اشتعلت بالنيران نتيجة تسريب الغاز وعليهما آثار جروح وإصابات تشير لوجود شبهة جنائية مما يسير التساؤلات حول مقتله وزوجته التي عرف عنها الالتزام والجدية في العمل والاحترام بين الناس ربما لينال الشهادة بعد أكثر من 43 عاما من المعركة وأبرز المحطات في حياة اللواء محسن بداري الذي شغل العديد من المناصب والذي شهد على واقعة مسبحة أسيوت كان أحد أبرز المصابين فيها حتى كيلة أنه حمل أمعاء بين يديه ونجى من موت محقق وكأنه يفر من قتل إلى قتل ومن موت إلى موت وبداية ترقل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوت اختار من مأمور مركز شرطة قسم ثاني أسيوت يوفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في برج سكني وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ونشوب حريق بالبرج السكني بالشقة بالدور السامن وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وعصر داخل الشقة على جثة اللواء محمد محسن بداري 63 عاما لواء شرطة سابق وزوجته هدى 68 عاما جثتين هامدتين وبالمعينة الأولية عصر عليهم فيهم إصابات وغروح مما يشير إلى المقتل هاما قبل اشتعال النيران في الشقة بالإضافة إلى رصد سرقة بعد محتويات الشقة وتبين اندلاع الحريق نتيجة لتسريب الغاز بشكل مفتعل وتم نقل الجثتين والتحافظ عليهم تحت إشراف النيابة لعرضها على الطبيب الشرعي والبحث الجنائي لمعرفة أسباب الوفاء إن لله وإن عليه رجعون ترجمة نانسي قنقر